بتحكي ماريان فخر الدين عن قرم وإخلاق فريد الأطرش وبتقول إنها في مرة عملت عزومة في بيتها وكان من ضمن المعزين فريد الأطرش وفي اليوم ده اتأخر فريد وفضلت مستنيه كتير وكانت كل شوية بتبص عليه من البلكون علشان تشوفه جيه ولا لسه وفعلا جي فريد وفضلت مستنيه على باب الشقة لكنه ما طلعش فقلقت عليها إنها شفيته داخل الأمارة ولما نزلت لقيت فريد قاعد مع البواب وحوالي بواب بين العمير وهو عمالي غني لهم وهم كانوا مبسوطين جدا ولما خلص قالت له انت كل ده قاعد مع البوابين وسيبني مستنيك فقال لها بصراحة البواب أول ما شافني قال لي أنا نفسي أحضر لك حفلة بس ظروفي ما تسمعش فأنا قلت له أنا هعمل لك حفلة مخصوص وقعد تغني له والبواب ده من جمهوري زيه زي ابن البشا وابن الوزير